بدوره علق عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشار زيباري على محاولة اغتيال رئيس مؤسسة المدى فخري كريم زيباري وفي تدوينة له على منصة X رأى أن محاولة الاغتيال مؤشر إلى خطورة الوضع الأمني لافتا إلى أن تعرض الصديق والرفيق فخري كريم إلى عملية اغتيالا شخصية في مجمع القدسية ببغداد يؤكد أن الدولة منهارة وأن الأجهزة الأمنية لا تستطيع حماية مواطنها وأنه لا أمن في بغداد رغم ادعاءات الأمن والاستقرار الزائف